بسرعة كده. قل لي. الاهلي النهاردة. لأ ما انت هذا بشكل كائن ومحضر. بسرعة عشان برضو بصراحة اللي بيحصل في أوروبا دي حاجات حلوة. مش عايز اعديها. طبعا. مش عايز برضو ايه. ننغمز في المحلية ونطرق العالمية زي ما بيقولوا في الجمل العريضة يعني. بس آآ. الاهلي النهاردة خسر الدولي بشكل رسمي. وانا قلت النهاردة في المقدمة. عادة الاهلي لما بيخسر موسم او اتنين وارا بعض. بتلاقي بعد كده انطلاق زي القطر. شايف الاهلي المستقبل بالنسبة له عامل ازاي. طيب. خلينا نمسك جزئيتين مهمين جدا. رقم واحد جزئية المدرب. حتى مباراة اليوم. كانت بدأت تتصعد الازمة. والثقة في السوراش جاء من رأس المنظومة في النادي الاهلي من الكابتون محمود الخطيب. وبالمناسبة هو عادته دايما. بيثق في خياراته. وده حصل مع موسماني بالمناسبة. في وقت طويل جدا. ظل مصرا على موسماني الى اللحظة الاخيرة. هذه الثقة بدأت تهتز. وخليني اقول لك انه الاقرب. في اللحظة لانا وكلامك فادي. انه السوراش قد قد. لا يكون رجل المرحلة. الغضب المتصاعد. رغم ان انا شرحنا هنا عشان ونشرح تاني. وناخد وقت طويل. انه الرجل ده تحرق. ويمكن الناس يزعل مني. ومن كلامي. انه يتحمل. مسئولية التعاقد مع اي مدير فني اجنبي في هذه الفترة. وانا عارف الحالة بتاعت الفرق انها مش هتعمل اي حاجة. اي مدير فني ايا كان هو مين. في الفترة البعد رحيل لابيتسو. كان الافضل انه يتم التأجيل. مش بس علشان مدير فني هياخد البطولة. مش هياخد البطولة. علشان ما تحرقش اي اسم جبته سواريش او اسم اكبر منه في هذه المرحلة. علشان هو غالبا لو في اسم اخر غير سواريش كان هيمر بنفس الظروف. اي اسم. غالبا. اي اسم. يمكن لو اسم اكبر شوية كانت الناس تصبر شوية شوية. وكان ممكن يتعامل مع الظروف دي بشكل افضل شوية. فهم يتحملوا. عشان يكون امين تماما. انه مسئولية الاختيار. الالية بتاعت الاختيار. والتوقيت. التوقيت قبل الاتنين. التوقيت كان هيحرق اي حد. احنا هنا كريم. ممكننا بنتكلم على في الاونة بتاعت رحيل موسيماني. يمكن كنا اختلفت. اختلفت معاك واتكلمنا. كنا متفقين على انه مسيماني خلاص. يعني ما يبقاش موجود. لكن اختلفنا على التوقيت. اختلفت معاك على التوقيت. بعد خسار بتروت. في ليلة خسار بتروت افريقيا. قلت لك انه مسيماني مش هيجي اي مدير فني اجنابي يتعامل باللفز. هيديك تعاحد ان انا هكسب اي حاجة. خاصة يا كريم الحالة بتاعت فرقة النادي الاهلي فنيا وبدنيا خلاص الكرف نزل. مش هيطلع بأي شكل من الاشكال. وده اللي حصل. فا اتحرق المدير الفني. وانا بقولك انه مع الحرقة دي الضغوط هتتزايد خلال الفترة اللي جاية. ما ظنش انه سواريش هيكم في النادي الاهلي. انت كنت من كم يمكاتب حاجة على الفيسبوك في صفقة كده. صح؟ ولا انا مستيق لي. قول لي انا صفقة ولا كنت بتقولي ان سواريش هيمشي. لا. شوفت لك خبر يعني. اه. كان في واحد من اللعيبة. اللي كان في كلام كتير جدا 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 عليه. خلال الفترة اللي فاتت انه رايح نادي الاهلي. رايح نادي الزمالك. وخليني اقولك انه كلام كتير طلع مبارح. بعد يعني فاتت كم يوم كده. بعدين طلع مبارح كلام على انه انتقال محمد رضا بوبو تحديدا. اللي انا بشوفه بالمناسبة. يمكن قولنا الكلام ده هنا مسألتاني وتاني مين. المواهب اللي ممكن نبني عليها الفترة. جاءترك محمد رضا بوبو. وبريمع دي في لعبة كتير. لكن اللي اتنين دول ابرز بالنسبة لي. ففيه هناك اتفاق مبدئي. تم. خلاص. ما بين النادي الاهلي. لاعب. وقع. على. عقود ورغبة. وقع. على عقود ورغبة. للنادي الاهدي. على مسؤوليتي. وقع على عقود ورغبة. للنادي الاهدي. محمد رضا بوبو. ولكن. حتى هذه اللحظة. لما يتم صياغة الاتفاق او التفاصيل الصغيرة. في الاتفاق ما بين النادي الاهلي. وما بين ادارة فيوتشر. سواء هيبقى فيه صفقة تبادلية. مليون في المية. لان فيوتشر عايز لعبان الاهلي. والاهلي عارض عليه لعيب. عشان يقلل الرقم. لان فيوتشر. اشتري محمد رضا بوبو من دجل برقم كبير. 20 مليون جريه فأكيد هو عايز يبيعه يبيعه برقم كبير والأهل مش هيدفع مبالغ كبيرة وخليني أقولك دي برضو على مسؤوليتي الهل مش هيدفع مبالغ كبيرة في أي صفقات محلية هيشتغل كله على أن يقلل حجم المبالغ المالية اللي هتدفع في الصفقات المحلية من خلال صفقات تبادلية ده رقم واحد رقم اثنين الأهل هيدفع كثير في الصفقتين الأجانب اللي لحد الوقت اثنين وارد يبقوا ثلاثة عارفهم؟ لا لا خالص أنا مهتم معرفة أجيلك دلوقتي واندبش موادك بص أنا حابب بس قبل بقبل ما أقول لك كبيرين الصفقة يعني هو فيه صفقة خلصت ولسه هم شغالين على اللعيب الثاني اللي هو مش في مركز المهاجر انت قلت حاجة في الانترو وخليني أأكد لك عليها انه لم يحدث تواصل بشكل رسمي مع إدارة نادي العين ضحيح انا اتكلمت مع الناس في نادي العين مبارح وانا اتكلمنا مع نادي رئيس نادي العين وقالنا وانا احنا لسه ما خدناش يعني ما فيش مفاضلات رسمية مع النادي الأهلي بس كريم البولك دلوقتي زي ما كنت بتكلم قاعد مع مسؤولي نادي الأهلي في السهل انهما بيحاولوا يشوفوا صيغة يخلصوا بيها الصفقة لكن الاهل لم يخاطب مازال لم يخاطب رسميا للعين الامراضي هو بيستعرض لانه التواصل مع إدارة نادي العين هيكون من خلال الوكيل زي ما الاهلي عمل في أكتر من اللاعب تم الاستعلام عنه اللي حصل قبل كده مع سوفيان رحيمي عشان نفسك في معلومات مغلوطة كده بتحصل أن سوفيان رحيمي كان متاح في ري ومجاشي الأهلي ده غير صحيح اتنقل في صفقة بـ 3 مليون دولار من نادي الرجاء لنادي العين في الوقت اللي كان مرشح أنه ينضم للنادي الأهلي الرقم اللي هيبقى مطلوب وده من داخل نادي العين الرقم اللي هيبقى مطلوب فيه سوفيان رحيمي لن يقل بأي حالم الأحوال عن 4 مليون دولار ده مش هيقلب اي حال معه ده اللي هيتطلبوه هتنتقل ايه المفاوضات النادي الاهلي بجلسته مع وكيله هتخلص على ايه لكن خلينا اكد لك سفيه الرحيمي يرغب بشد في اللعب للنادي الاهلي وتم استطلعه مفقته دي النهاردة ولو وصلوا الى صيغة مالية مع نادي العين قد يكون لعبا في نادي الاهلي مش من قطر عاصم